ينضم إلينا من العقبة مراسلة المملكة صفاء الخوالد صباح الخير صفاء كيف تبدو الأجواء في نهاية الأسبوع في العقبة وأيضا الاستعدادات لاستقبال الحركة السياحية خلال هذه الأيام بالفعل يعني محمد تشهد مدينة العقبة حركة سياحية نشطة وهناك أيضا ارتفاع ملاحظ بالنسبة للحجوزات الفندقية في الفنادق ذات التصنيفات المختلفة سواء كانت الفنادق ذات التصنيف الشاطئ بالإضافة أيضا إلى الفنادق ذات الأربع والثلاث والخمس نجوم في مختلف مناطق مدينة العقبة هذا الارتفاع أيضا طال المخيمات السياحية والتي تشهد ارتفاع في نسب الإشغال خاصة في أيام نهاية الأسبوع نتحدث عن الخميس والجمعة هذه الأيام تسجل ارتفاع في أعداد الحجوزات بشكل عام في مدينة العقبة الجدير بالذكر بأن هذا الارتفاع وبدءا من شهر أيلول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قامت بوضع أجندة لإقامة العديد من الفعاليات بهدف ترويج المدينة عالميا بأيضا التعاون مع عدد من الوكلاء ووكلاء السياحة بالإضافة إلى تشجيع حركة السياحة الداخلية وأيضا الخارجية بدءا من سياحة العبور انتقالا إلى سياحة البواخر ووصولا إلى الطيران منخفض التكاليف الذي بدأت فعليا تشهده مدينة العقبة في مطار الملك حسين الدولي وهذا الأمر الذي يعول عليه كثيرا بتشجيع حركة السياحة خاصة بعد الركود الذي طال المنشآت الفندوقية نتيجة لجائحة كورونا لمزيد من التفاصيل دعني أرحب بضيف نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومفاوض السياحة شرحة بالماضي لو تحدثنا بداية عن نسبة الإشغال التي وصلت إليها فنادق مدينة العقبة اليوم الخميس شكرا ستي يعني النسبة الإشغال تقريبا هي بحدود 65-70% وهي بارتفاع مستمر تعرف احنا عادة أبناء المجتمعات المحلية بيقرروا القدوم إلى العقبة بآخر لحظة ولكن نتوقع إن شاء الله أنها ترتفع خلال 48 ساعة المقبلة وهي نسبة إشغال مقارنة مع العام الماضي تعتبر مقبولة يقال بأن السياحة فن وفي فن السياحة يجب أن يكون هناك إرضاء للسائح لضمان عودته إلى مدينة العقبة بالتالي ما هي أبرز الخدمات التي تقدم للسياح وتشكل فعليا يعني بند أساسي في إرضاء السياح وبالتالي عودته لمدينة العقبة مرة أخرى ما يميز مدينة العقبة أولا التخطيط والتنظيم الجيد للمدينة ومستوى النظاف المرتفع بنفس الوقت الخدمات السياحية التي تقدم من قبل الفنادق في مدينة العقبة أو المضاعم أو المنشآت السياحية مقارنة مع غيرها تعتبر جيدة جدا وهذا من أكثر العوامل التي تدعو السائح إلى العودة مرة أخرى أو حتى التسويق والترويج إلى الخبرة التي اكتسبها خلال زيارة إلى مدينة العقبة بشكل عام هناك مجموعة من الأنشطة التي تقام في العقبة أيضا تعتبر محفزة للزوار لإطالة مدة الإقامة ونشر وبث ما يتم رؤيته في المدينة لجذب أصدقاء لهم أو يعني معارفهم من دول المختلفة لربما في سياحة البواخر لا يحتاج السائح للنزول في فنادق مدينة العقبة وإنما فقط الاقتصار على الذهب لمنطقة المثلث الذهبي وربما في بعض الأحيان العودة في ذات الليلة ولكن بالنسبة للطيران المنخفض التكاليف هناك مدة يبقى بها السائح في مدينة العقبة لو تحدثنا عن المدة التي يقيم بها السائح القادم من الدول الأخرى وأيضا البرامج التي يحصل عليها يعني غالبية شركات الطيران المنخفض التكاليف التي شغلت إلى مدينة العقبة تشغل بواقع رحلتين من كل وجهة الرحلتين أسبوعيا بمعدل إقامة هو تقريبا ثلاث أيام فالسائح خلالها يكون فيه عنده برنامج مكثف لزيارة مدينة العقبة ووادي رمو البترة فنعتبر بشكل عام مدة الزيارة لكل واحدة من هذه المناطق الثلاث تقريبا يوم وربع هذا يعطينا كمان حافز على زيادة عدد الأنشطة في منطقة المثلث الذهبي لزيادة أعداد الزوار ورفع أعداد الرحلات القادمة من قبل الوجهات المختلفة نتحدث عن السياح القادمين لمدينة العقبة كما ونوعا ولكن اليوم فعليا بحسب موقعكم كيف تقيمون نوع السائح الذي يأتي إلى مدينة العقبة هل يسهم في تشغيل كافة القطاعات وبالتالي استفادة القطاعات التجارية وأيضا أبناء المجتمع المحلي من قدوم السائح إلى مدينة العقبة وأيضا منطقة وادرة نعم كانت هناك شكوى من قبل أبناء المجتمع المحلي والقطاع التجاري بخصوص المجموعات السياحية القادمة عبر الشارتر فلايت اللي كانت تقيم في الفنادق ولا تغادرها ولم يستفد منها أبناء المجتمعات المحلية ولكن الآن مع طيران منخفض التكاليف ونوعا ما السياحة الانديفيجوز أو الفردة اللي بيجو بيكون هناك استفادة أكبر من القطاع التجاري وإذا منلاحظ بهذه الفترة بعدما اشتغلت لوكوست كارير أو المنخفض التكاليف كان هناك نشاط ملحوظ في شوارع مدينة العقبة في مطاعمها في المحلات التجارية كاملة بهدف التسوق والاطلاع على هذه المدينة وما تحويه من خدمات مختلفة تم إعلان العقبة خلال الفترة الماضية وقبل أشهر تحديدا كمدينة آمنة للسياحة وأيضا كذلك منطقة وادرة ما هي الأعداد فعليا بالنسبة للسياحة الذين قدموا إلى مدينة العقبة بعد هذا الإعلان والترويج العالمي الذي حصل للمدينة يعني احنا أصدرنا في نهاية شهر عشرة التقرير الإحصائي لأول دسعة شهور كان تقريبا 471 ألف سائح من بداية العام وهو رقم جيد جدا مقارنة مع العام الماضي ومع إطلاق منطقة المثالث الذهبي كمنطقة آمنة بدأنا نلحب ازدياد في أعداد زوار خصوصا بعد فتح معبر وادي عربة ومعبر طابة من جمهورية مصر العربية بنفس الوقت بدأ وصول الطائرات المنخفضة التكاليف يعني هناك رقم جيدة جدا مبشرة يعني ان شاء الله مع نهاية العام ستعود العقبة ومنطقة المثالث الذهبي إلى ما كانت عليه قبل جائحة الكورونا واللي وصل فيها عدد زوار إلى تقريبا مليون ومسائح فيعني نحن مع موعد ان شاء الله مع نشاط سياحي مميز ومع مجموعات سياحية تزيد من كفاءة القطاع التجاري وترفع من مستوى الانفاق بشكل عام واللي راح يكون انعكاسه أكيد على الاقتصاد الوطني بالإضافة أيضا إلى أن سياحة العبور اليوم تشكل نسبة كبيرة جدا بالنسبة لأرقام التي ذكرتها قبل قليل للسياح القادمين لمدينة العقبة ولكن يعني سياحة العبور من مصر البقاء مدة الحجر الصحي فيها الأردن ومن ثم الانتقال إلى السعودية ما لحظناه وما رصدناه خلال الفترة الماضية هو أن بعض الفنادق قامت برفع أسعارها بشكل مضاعف فبالتالي اليوم دور الرقابة الذي تقومون به لضبط هذه العملية يعني عادة في كل دول العالم وهو خلينا نحكي عرف القطاع السياحي كل ما زاد الطلب بارتفع السعر ولكن احنا الان دور سلطة العقبة هي طرح فرص استثمارية لبناء فنادق النجمتين وثلاث وأربع نجوم حتى نوعا ما نستطيع أن نستوعب العدد اللي راح تستقبل العقبة من خلال الطيران المخفض التكاليف وفترة سياحة العبور هي فترة تعتبر يعني مؤقتة بنفس الوقت كان هناك فائدة جيدة جدا للغطاعات التجارية فارتفاع الأسعار هو يعني عرف عالمي في كل دول العالم يعني عندما يزداد الطلب ترتفع الأسعار نائم رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومفوض السياحة وعشون الاقتصادية شرحبيل ماضي شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل يعني محمد هذه أبرز التفاصيل المتعلقة بالحركة السياحية في مدينة العقبة وضمن ما تقوم به الجهات الرسمية والمعنية في تشجيع هذه الحركة أكثر ورصد وجذب أيضا الدول للسفر إلى مدينة العقبة من خلال الطيران المنخفض التكاليف وذلك بواقع رحلتان أسبوعيا إلى مطار الملك حسين الدولي وفق برامج سياحية تقوم بإعدادها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهناك أيضا بعض البرامج التي تقوم بإعدادها وزارة السياحة بهدف ترويج مدينة العقبة بالإضافة أيضا إلى رفع نسبة السياحة في هذه المدينة بعد جائحة كورونا نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل مراسلة مملكة صفاء الخوالدي من العقبة ونهاية أسبوع سعيدة للجميع